أهلا بك أستاذ عادل بداية هل لك أن توافينا بتفاصيل الدعوة المستعجلة التي قدمتها اليوم لوقف الانتخابات وعلى ماذا استندتم طبعا أول شيء مشكوري لها الدعوة لكن اللي ودي أقوله أنه ما في أثنين في الكويت يجتمعون إلا وقالوا أن الحكومة ما أقرت موضوع مراسيمها وأمورها القانون يبطلق الصحيحة ما في أثنين يجتمعون ويأكدون غير هذا الكلام وبالتالي إحنا في مشكلة دستورية وفي عندنا خلاف كبير يرى البلد على مدى السنوات هذه اليوم في مثل هذا الظرف اللي إحنا فيه بعد حكم المحكمة الدستورية اللي أبطل العضوية بناء على لجنة الانتخاب العليا اللي حصل أنه بعدها صدر الحكم ببطلان عضوية الخمسين عضو المتواجدين في مجلس الأمور وبالتالي أصبحوا منتهية عضويتهم قولا واحدا يعني لا يقبل نفتي في هذا الكلام يعني وهذا الكلام مبني على أسس فقهية وأسس دستورية احنا اللي شفنا بعد هذا النص مفروض أن الحكومة تعدل إجراءاتها اللي حصل أن الحكومة ما عدلت إجراءاتها ودعت بمراسيم أخرى ومنها مرسوم الدعوة إلى الانتخابات دعتها في ظل وجود عضو محلل عضو المحلل هذا أبطلت عضويته وكانت وجود العضوة الأخت الفاضلة الأستاذ ذكرى رشيدي بمناسبة عضويته في مجلس الأمة ونجاحها في مجلس الأمة صارت عضو في الحكومة والتالي لما تبطل عضويتها بالتالي تبطل عضويتها في مجلس وزراء على هذا الأساس أصبحت الحكومة غير شرعية وباطلة وكل إجراءات يكون إجراءة غير دستوري الأكثر من هذا في فوق القانون يعتبر هذه الحكومة منعدمة الأثر ما في عندنا حكومة الآن نحن الآن في وضع يعتبر وضع مربك جدا بالتالي صدور المرسوم هذا رح يعرضها للبطلان في المستقبل نحن قلنا من البداية خلينا نطعن عليه أمام المحكمة الإدارية لأن هذه مراسيم والمراسيم يجوز أنك تطعن عليها أمام الدوائر الإدارية وطلبنا بالشق المستعجل وقف هذه الانتخابات مبدئيا إلى حد الفصل في الدعوة اللي هي بطلان المرسوم لانعدامه لأننا أمام مرسوم منعدم كما أشرنا لهذا الموضوع في انتخابات البلدية أيضا نفس الشيء لكن التركيز على هذه الآن أنه اليوم الكل متجه اتجاه واحد إلى الترشيح ومنهم من عزف عن الترشيح الدولة مجبلة الآن على صراع قانوني كبير إقامة هذه الدعوة ليس الحب فيها التكسب الإعلامي ولا ألحب فيها أني أنا أظهر بمظهر أن أنا البطل ولا غيري إيثارها لا المعنى الحقيقي لها هو معنى واحد أن تستقيم الإجراءات القانونية وتسلم القانوني الدستوري لهذا البلد إذا نبي دولة تمشي بطريقة صحيحة وإلا رح نرجع لطعون ثانية إذن هذه الحكومة مبدئيا وقولا واحدا أنها غير دستورية لكن هناك العديد من الخبراء الدستوريين من يرى أن الحكومة الحالية هي حكومة دستورية رغم وجود ذكرى الرشيدي لأنهم ينظرون أن رولا دشتي هي المحلل لهذه الحكومة يعني هذا كلام يعني ما أعتقد أنه دقيق لأن أنت بذمتك أكو وزارة مشكلة بتشكيل جديد ولو يبد فيها وزير كان أساسا سابق وحطيتها ب2009 وحطيتها الحين ويعتبر المسألة مشتلة الوزارة حسب النص القانوني الوزارة من تتشكل تعتبرها وزارة يديدة ما لها علاقة بالوزارات السابقة وبالتالي وجود رولا دشتي في داخل الحكومة هذه لا تعني أن نحن صححنا الخطأ أنا أعتقد المكابرة والمكابرة والمكابرة الزايدة رح تير البلد إلى نفق مظلم إحنا الآن عندنا الإجراءات سهلة بتطبيق يوقفون هذا المرسوم حكومة تقدم استغالتها ترجع إلى جدد الصواب يعين الأمير سمو الأمير رئيس مجلس وزراء منه ما كان ويشكل وزارته يستعين في عضو محلل حقيقي من مجلس 2009 وعلى ضوء لأنه هو المجلس القائم الآن لما ترجع بالتالي تلقى هو المجلس القائم لأنه مجلسين اللي قبلهم مبطلين أنا ما أدعو إلى أنه يعود مجلس 2009 لكن هذا هو الحل الطبيعي ما هي أسباب رفض رولا دشتي قانونية كمحلل الحكومة؟ هي مو محلل هي في ظل حكومة أو في ظل مجلس استغال مجلس 2009 حل فلما نحل مجلس 2009 أصبحت هي موزيرة فتصد أن الحكومة الأخيرة رولا دشتي ليست عضوة كانت في البرلمان ولا نجحت هي نجحت في الانتخابات السابق ما كانت ناجحة فشلون هم يا أبوه؟ يا أبوها من مجلس سابق وحطوها في هذه الحكومة علشان يعللون أخطائهم أنا ما أعتقد أن هذا صحيح أنه الصحيح أنه يعدلون الإجراءات وإلا راح يدخلون البلد في خلاف وصراع سياسي كبير سهل حل اليوم كل الناس ملت أنت ما تشوف الناس ملت السياسي ملت والمعارضة ملت والموالين للحكومة ملت والحكومة أعتقد ملت كلنا قاعد نتحرك في اتجاه الملل الملل والكفر بالديمقراطية لأنها كل يوم انتخابات كل يوم عندنا حل وكل يوم عندنا أبطال إذن شنو الحل لازم نرجع للأصل نعيد تكوين الحياة السياسية للكويت بمفهوم يديد وبمفهوم قانوني ومفهوم دستوري وإلا الكويت عليه السلام نعم المحامي عادل العبدالهادي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك